بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة السادسة بعنوان Geotechnical Aspects of Sanitary Landfill نبدأ بمقدمة لهذا الموضوع تعريف sanitary landfill Sanitary landfill is an engineering site موقع حندسي where west is isolated from environment below the ground or on the top or on top with suitable protective layers until it's safe and completely degraded biologically, chemically and physically إذن يعني هو موقع حندسي والموقع الحندسي الهدف الأساسي من عدة عزل المخلفات لحماية البيئة من البيئ below the ground ممكن تكون تحت سطح الأرض وأيضا or on top ممكن تكون بالأعلى و the suitable protective اللي هي حماية مناسبة يعني إلى أن يبدأ التحلل بيها ممكن يكون هذا التحلل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي عادة مواقع الدفن الدفن الصحي اللي هي انبعاثات يعني الانبعاث ممكن يكون اللي تشيرت السواء اللي تنتج من هذه المخلفات ممكن يكون لاندفل غاز اللي قد يكون غازات منبعثة من عدها أو سير فسرا أوف اللي هو الطفح السطحي وناهيك عم ما ينتج عنها من نويز واندبلو لتر دست اللي هي الغبار والمواد المتطايرة وما ينتج عنها من تجمع الطيور والبيرنس اللي هي طفيليات وان انسكس اللي هي الحشرة The most important emissions of landfills اللي هي اهم نقطتين بذولي هي الانبعاثات الناتجة من اللاندفل اللي هي leachate واللاندفل غاز Many negative effects can be minimized اللي هي ممكن تقليلها من خلال اجراء عمليات الدفن الصحي الصحيح اللي هي by appropriate landfills operations اهم نقطة The most important task in the design phase is the selection of the site of the landfills طبعا واحد من الامور المهمة جدا هو اختيار الموقع الصحيح لاجراء عمليات الدفن الصحيح اللي قدامنا هو مخطط Schematical engineering landfills يبيننا موقع لعمليات الدفن الصحيح بطبقات المختلفة بالسلز اللي موجودة بي من كيفية السيطرة على leachate كيفية السيطرة على الغاز المنبعث من عمليات الدفن الصحي أعمال المراقبة المرتبطة بالتلوث اللي ينتج قد يتسرب من هذا الموقع إلى المناطق المجاورة من خلال مراقبة للغازات المنبعثة من هذا الموقع التلوث اللي ممكن ينتشر إلى مراقبة مستمر أيضا للمياه الجوفية قد يحدث تلوث ومتابعة لهذا الموقع من خلال إجراء المونيترينج ويلز اللي سواء كانت للغازات أو للووتر شلون يتم عملية تحديد الموقع الخاص بالدفن الصحي شون يتم طبعا هذا يعتمد على مجموعة أمور على مجموعة نقاط The selection of the site location of the sanitary landfill depends on the following يعتمد عليه أولا النقطة المهمة هي Available area هل هناك المساحة المتوفرة والنقطة الثانية هي Surrounding environment يعني البيئة المحيطة وضعية البيئة المحيطة والنقطة المهمة جدا بالنسبة لنا هي Topography and Geological Conditions واللي هي الطبغرافية مع هذه المنطقة والحالة الجيولوجية بها أيضا Transport infrastructure and Access اللي هي الطرق الوصول لهذا الموقع والنقطة الأخرى هي Post closer land use plan لازم يكون عندنا مخطط مستقبلي بعد انتهاء عملية الدفن الصحي ايش راح يكون هذا الموقع والavailability of supplies يعني اعمال التجهيز لهذا الموقع وايضا ها هي النقاط المهمة اللي على اثرها يتم تحديد الموقع الخاص بال اللاندفل الكاتجوريز أوف لاندفل يعني هذا اللي هي الأشياء اللي ممكن تجي شون تصنف ثري كاتجوريز أوف لاندفل كان بي دستنكوش يعني تصنف يعني المواد اللي تجي إلى الموقع تصنف إلى ثلاثة أقسام اللي هي تندفن عادة تصنف إلى ثلاثة أقسام اللي أولا هو لاندفل for inner twist يسموها اللي هي المخلفات الخاملة اللي ما بها تأثير قوي على البيئة اللي هي such as soil and depress اللي هي المخلفات من أعمال البناء إنقاذ البناء أو غير فبالنتيجة تحللها غير ظهار الآخر اللي هو land full of non-hazard يعني ممكن تجي إلى يعني الأغرار اللي بها مقوية هي such as municipal waste اللي هي جاية من مواقع البلدية اللي هي من أعمال اللي تنطل عن طريق أقسام البلدية إلى مواقع الدفن صحيح أما land full of non-hazard the source اللي هي المخلفات اللي هي أغرارها كبيرة جدا كالذي ينتج من المستشفيات أو من مواقع خاصة في بيش حالة هاي التعامل ويا راح يكون تعامل خاص يختلف عن التعامل بالفقراتين الأولى والثانية typical land full configurations يعني الموقع الشون يكون يعني الترتيب هذا الموقع الشون يكون the most common geometrical configurations include اللي هو عادة واحد من هذول الأربع حالات ممكن تكون area full أنا مناطق مفتوحة على سطح الأرض area full اللي هي above ground زراعة من سطح الأرض that requires no excavation بدون إجراء عمليات حفر وإنما يتدمل موقع كله على سطح الأرض إذن على السطح it is the best suited for flat teriyans with shallow ground water elevations هاي من المناطق اللي هي المفتوحة لفلات وأيضا لما يكون مستوى المياه الجوفية قريب من سطح الأرض يعني مستوى قريب من سطح الأرض عالي فبريتش حالة لحكون الموقع على سطح الأرض اللي هو area full والآخر اللي هو trench full اللي هو على شكل trench إذن trench اللي راح نجي طبعا نشوف تفاصيلها اللي هي هذا هو نقصد ب اللي هو area full أما الآخر اللي نقصد ب trench نشوفون هنا هو عبارة عن trench للموقع trench فإذن suitable هذا الآخر اللي هو for relatively flat area often used small scale west stream ولما تكون عندنا أيضا مستوى المياه الجوفية أبعد مما من سطح الأرض من الحالة الأولى ممكن يكون الموقع above and below ground fill for suitable أيضا for relatively flat area يعني ممكن يكون في هاي الحالة اللي هو جزء من عدة جوة سطح الأرض وجزء الآخر رح يكون في وقصة الأرض هذا هو النوع الثالث أيضا يستخدم في المناطق اللي هي تقريبا flat والكانيون اللي هي valley fill used لما تكون عندنا مناطق جبلية for mountainous terrain اللي هو هذا الموقع النوع الثالث النوع الرابع رح يكون بهذا الشكل اللي هو لما يكون عندنا منطقة وديان فرح تستخدم هاي المنطقة لأغراض الدفن الصحي ما نشوفها من حدود اللي هو one two three هي هاي تسلسل الفقرات وكل واحدة من ذول يعني مثل هاي one two three four وهكذا هذا نقصد به sales اللي هي متكونة من عدة الموقع اللي ورح نجيه sales يعني 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 تسلسل التنفيذ يعني تنفذ الفقرة الأولى ورما تكمل تنفذ الفقرة الثانية وهكذا الثالثة الرابعة إلى آخره إلى أن يتم إقفال الموقع ورما يكمل رح يكون إقفال لهذا الموقع ويترك إلى أن تتحلل المواد لمدة قد تصل في بعض الحالات إلى 15 و 20 سنة يلا يعد ذاك الوقت يعد استخدامه لأغراض إنشاء المشاريع على هذا الموقع بعد إجراء الفقصات الحاصلة فإذاً الجزء الآخر من المحاضرة هو sale layout sale layout يعني west photo print area يعني المخطط الأرضي اللي هو راح ينشئ بالموقع يعني الساكي بلان قل ينقول is divided into sales هذا يقسم إلى sales ممكن الموقع يستغل فيه آن واحد يعني يعني يكون تنفيذه أو يكون يعني الإملاء بهذا الموقع على الزاء يعني يكمل السيال الأول وبعدها يتم تنفيذ السيال الثاني وهكذا and usually the landfill is constructed one sale at a time يعني وحدتهم اللي زنزانة غرفة يعني أو موقع خاص بهذا الدفن يعني يعني يجزئ الموقع إلى الزاء هالهدف من عندها to keep the initial cost capital capital cost to a minimum يعني تكون يعني تنفيذ لجزء واحد حتى أعمال يعني أنت تفتح الموقع بالكامل تنفيذه بالكامل فبهيكي حالة راح تكون تأثير على الكلفة عالي إذن إذن ننفذ العمل على الأعزاء وممكن نستفاد من التربة الموجودة أثناء عملية الحفر للسيال الثانية لتنفيذ السيال الأولى وهكذا تبكال سيال سايز في هذا الوضع راح يكون تبكال سايز لمنع تسرب السوائل الناتجة نتيجة عمال الدفن اللي هي وأيضا منع تسرب الغازات الناتجة إذن بهذا الشكل إذن أول حاجز هو التربة الطبيعية اللي هي جاية الجيولوجيكال فاريا الآخر طبعا نحنجي التفاصيل كلها دمعتم بالتفصيل west retaining facility اللي هو الحجز إذن لهاية يعني المواد والآخر هو اللي هو button liner system وعدنا الآخر هو الناتج طبعا والآخر هو اللي هي الويست اللي راح تملي هذا الموقع وأيضا لهذا الموقع لازم أكو منظومة اللي هي نتيجة أعمال الدفن راح تنشئ غازات فإذن gas collection system لازم أكو منظومة في بعض البلدان يستفاد من هذه المنظومة لإنتاج الغاز أو ممكن طرحها يعني بالحواء لكن بعد بعد أخذ الاحتياطات التامة لأنه هذه الغازات ممكن يسبب الحرارة لذلك لازم تنفذ بطريقة صحيحة لتجنب الإشكالات اللي ممكن تحدث في الموقع السيرفيس لائي نر سيستم اللي هو الطبقة الصفية إذا ريد نقفل هذا الموقع الشيء لازم يكون تفاصيله والستورم موتر درانيج فاسيليتي اللي عملية السيطرة على المياه الناتجة بعدم اختلاطها بمواقع الدفن الصحي سواء كان اللي ناتجة من الأمطار أو ناتجة من السيول القريبة من هذه نجي على الفقر الأولى اللي هي جيولوجيكال بارير اللي هو الحاجز الناتج من الطبيعة ذا جيولوجيكال بارير اللي هو وعادة هذا يكون البيز مالت اللاندفل شود كونسيست او ناتجرال منرال اللي هي تكون طربة طبيعية وهاي الطربة الطبيعية لازم تتميز وغلو بيرمابلتي واند سافشان تيكنس لازم يكون نفافية تقنيلة ولازم يكون سمكها أيضا كافي لعمل حاجز للأشياء الضارة اللي قنا ممكن تتسرب إلى المياه الجوفية والسبب تلوي الأماكن المياه موجودية التراءة ный تقني variants والجيولوجيكال بارير أول اللي هو الناتجون للأشياء الضارة يعني لما تكون 않은 الويست متسبب أذرار يشترط أن تكون البيرمابلتي مال هاي اللي يا اللي قال أنا علي البيز لازم يتكون أقل أو تساوي عشرة عص tą9 بارمابلتي مالتا متر بالثانية يعني تربة ضينية ذات نفاذية قليلة جدا حتى توفرنا الحاجز الشرط اللي بيه انو الثكنس لازم يكون اكبر من خمسة متر حتى حقيقنا حاجز اذا كانت المواد اللي موجودة بالويست هي عبارة عن هزارة سليقية خاصة مو هذا اللي يتمثل بالمنسطل يعني مو اللي جاي من المواقع البلدية اللي هو جاي من مواقع خاصة بها اضرار كأن يكون المخلفات الناتجة من المستشفيات او غيرها لاندفول فور نون هزاردس واسل اللي هذا يخص للمواقع البلدية اللي تجع عن طريق ناقلات المخلفات الناتجة من المنازل من المصانع الى اخرى اذا الكي هنا تشترض ان يكون ايضا اقل او تساوي 10 واسنات 9 متر بالثانية بس يكفي ان يكون السمك هاي الطبقة هو اكبر من واحد متر مو اقل من واحد متر اما قلنا اذا الفقر الثاني الثالثة اللي هي لاندفول فور انر تويست اللي قلنا المخلفات الخاملة اللي هي انقاض بناء واتربة واخرها جاي نتيجة اعمال التنظيف فاذا الكي هنا ترغب بها ان تكون البارير اللي والجيولوجيك البارير 10 واسناق 7 متر بالثانية والثيكنس راح يكون شوفه هنا اقل والثيكنس راح يكون هو عبارة اكبر من واحد متر بالحالات الثلاث يشترض ان يكون مستوى المياه الجوفية the ground water depth should be more than واحد متر under the bottom of the geological barrier لا يجب يكون حتى يسي هذا الاختراض ان المياه الجوفية على مستوى يبعد واحد متر عن قاعدة البارير اللي هو الطبيعي اللي هو الحاجز الطبيعي الوست retaining facility هسه يعني بالموقع لازم يكون حجز لهذا حجز للمواد الدفن الصحي فشون يتم الحجز عن طريق retaining والحاجز اللي هو عادة يشكل محيط للموقع اللي تتنفذ بعمليات الدفن الصحي it's necessary to store the solid waste حتى نخزنها بهذا الموقع in a safe معنارة بطريقة آمنة as well as to prevent overflow and collapse of the land full waste عمال الدفن حتى يسند عمال حتى ليسر بها collapse يعني يكون إذن بيش حاله كان يكون failure بالstability فبالنتيجة ينشأ هذا الحاجز اللي هو على المحيط الخارجي اللي موقع الدفن الصحي in many cases the structure also prevent discharge أيضا يمنع أنه discharge من هاي المواد اللي اللي يليش حتى لا تسرب إلى خارج الموقع هذا واحد من الأداف الأخرى بالإضافة إلى وأيضا يمنع مرور المياه اللي ممكن تجي من خارج الموقع إلى واختلاطها مع المواد اللي هي السائلة الناتجة وان وان سيبج أو فليج فروم ذا لان فل سايد هاذا الستركتر أو هاذا الحاجز this structure should be plant يعني يتم التخطيط له وتصميم بعتنا and design carefully وإكزامبر عليه حالة هو retaining facility ممكن يكون حاجز من التربة for inland لان فل وممكن يكون كون 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 جدار ممكن يكون bond اللي هو مثل هذا اللي انكلوز bond اللي هو عبارة عن embankment من التربة ممكن يكون earth embankment ممكن يكون retaining wall ممكن يكون sheet pile إلى آخر واحد من هالأمثلة هاي على هذول هو هذا اللي هو انكلوز bond اللي نشوف ه قدامنا بمواصفات معينة القاعدة مالتب الأعلى يجب بمواصفات هاي اللي لازم يكون الالتزام بها بمواقع الدفن والهدف الأساسي من عده هو لضمان الأهداف اللي انشئ من عده البتم الجزء الفقر الأخرى يعني الفقر الثالث هي البتم liner system وهي واحدة من الأمور المهمة جدا بالموقع واللي تحتاج إلى دقة بالتنفيذ ويتطلب أن يكون للجيو تكنيك الانجينير رأي قوي به وبتصميم ها الحماية الحماية التربة والمياه الجوفية من المياه التي originates في المياه المياه بين المياه والمياه والمياه طبعا حتى لا تتسرب لذلك يجب تصميم هذه الطبقة مهم جدا والمياه 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 ويستطيع إلى انتر الجوفية من المياه اللي على كل هذا الموقع مالانس لتحجز both horizontal and vertical migration اللي يجب أيضا تحجز ل المياه للغاز يعني مو فقط تحجز النفق اللي تحجز أيضا تكون ل المياه ل المياه ل المياه surrounding حتى لا يتحول إلى المواقع إلى المناطق المجاورة ومثل ما لاحظنا قبل شوية بالمخطط رقم واحد أو figure رقم واحد شفنا أنه أيضا يجب أن توضع ويلز لمراقبة الغازات المنبعثة من الموقع للمناطق المجاورة وما تسببه من تأوه فإذن bottom liner system اللي هو هذا اللي يعني الأول liner أو ثاني liner بعد geological liner هو bottom liner system اللي يورانج from a simple single liner يكون يبدأ من بسيط ويروح إلى الدبل حسب نوع according to the waist types اللي يكون ثلاثة نواة ممكن تكون خاملة ممكن تكون non-hazardous وممكن تكون hazard إذن the use of a particular liner system will depend on the condition of the site فإذن تعتمد على يعني هو site نفسه تعتمد على climate تعتمد على salt waste disposal اللي هي اللي تتجهز بها المخلفات اللي تجي للموقع وحجمها cost and any applicable construction والكلفة والconstruction regulation pertaining to the region or country اللي هي أيضا يعني القوانين الموجودة بذاك البلد شون تعكم اللي هو region or country where the site is located بالموقع for example site with high permeable site with high permeable in situ soil and high groundwater level would require more protective liner water water table مستوى عادي قريب من السطح اذا would require more protective liner فتحتاج liner الحماية عالية جدا و low permeable clay هذا نحن اذا بالجيولوجي لازم يكون هذا liner المالهاي التربة اللي هي clay low وممكن نستخدم geomembrane بالموقع ايضا للمساعدة في خلق liner ذمق ومعالية للتلوث site in dry اذا عدنا site هذا لما نكون عدنا site water table بعالي يعني site in dry reclaimed المناطق اللي يكون بها الطقس جاف with deep ground water والمياه الجوفية بعيدة عن الصفح level would not require a stringent liner system to protect the ground water يعني معنا تكون هنا يعني التنفيذ اقل حدة مما لو شفنا انه المياه الجوفية او يعني التربة الاصلية بها مشاكل فإذا قطأ من المملوء low permeability liner system is recommended to provide the necessary barrier for gas migration فإذا دي شحالة أيضا لازم أكو حدود المناطق 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 المجاور إذن the bottom liner system can be composed of one or a combination of the following يعني ممكن يكون هذا bottom liner راح نشوف حالات مختلفة ممكن يكون بطبقة واحدة أو عدة طبقات فشوف low permeability clay اللي هي لازم نستخدم طربة طينية نفافيتها قليلة و compacted to achieve specified minimum permeability بالثانية this is usually achieved by using وحتى نحقق هاي العملية إذن لازم تكون يعني هذا التربة الطينية اللي نستردمها بال liner بال bottom liner لازم تكون النفاذية موالتها أقل من 10 و 6 بعد جراء عميرة الحتم وهذا نحتاج إلى سمك 60 سنتيم متر حتى نجري و لازم حتى تتحقق هاي العملية إنه الكمباكشن للتربة يتم بلفت يعني بسمك طبقات 15 سنتيمتر 15 إلى أن نوصل إلى السمك المطلوب هذا بعد إجراء عملية الحد اللي نقصد به 15 سنتيمتر يعني الـ 15 سنتيمتر يعني معناه حتى نوصل إلى 60 يراد إلى 4 طبقات The bottom liner material has to be compacted in situ طبعا هاي يعني الحد للموقعي بس لازم يرادك من خلال فحص البروكتر دينسيتي اللي هو بروكتر تيست ولازم تكون عندنا قام دراي هنا أكبر أو تساوي 95 لازم حق فينا relative compaction أعلى من 95 بالمئة relative compaction أعلى من 95 بالمئة بالاعتماد على بروكتر مو الموديفايد بالاعتماد على standard density أيضا ممكن حتى نعزز من كفاءة اللاينر ممكن أن نستخدم الجيو سينيتيتيك اللاينر كان الموديفايد موديفايد و قط بي آر سكسبتبل تدامج ديورن استوليشن بس المشكلة إنه هذا اللي هو هذا نقصد به جيو سينيتيتيك اللي هو جيو ممبرين هاي المواد من نستخدم مشكلتها إنه إحنا مكننا بالعمل يعني نستخدم البلدوزر لتفعل للتوزيع نستخدم الحاضلات فممكن تتعرض إلى الدمج نتيجة الحركة سكسبتبل تدامج ديورن استوليشن فقد تكون أثناء عمليات التنفيذ إذا معناه في حالة لازم نخلي فوق طبقة من التربة الطينية ذات النفاذية القليلة أيضا تشتغل كحاجز بالإضافة إلى أيضا تشتغل كوسيلة لحماية الجيو ممبرين وهذا عادة يكون من النوعيات الممتازة اللي هو هاي دنسيتي بوليثي بوليثي بولياثيلين العفو هاي دنسيتي بولياثيلين أو بولياثيلين هاي دنسيتي جيو ممبرين هاي المخترح يكون لاندفل يسبب لاندفل مقاومة تعالية لأشياء الكيميائية اللي ممكن تنبعث آزاليتيات من خلال أعمال الدفن الصحيح فهذا هو يعني شوفونا اللي يبين إنه مواقع الليتيات يعني أيضا ينشأ بسذوب معين حتى ستتسرب بالحالة أنا كستو راح نجي شوف تفاصيل ماذا بهذا الاتجاه وصل بالاتجاه الآخر إلى مواقع التجمع اللي ممكن من خلال ها يتم تجميح ومعالجة السواعيل الناتجة أنا عمال فإذن شوف لائنر كون ستسرب هذا اللي هو الفقري بين شون تنفذ عمليات البولي اثيلين هايدنسيكا والهايدنسيكي بولي اثيلين لائنر شون يكون تنفيذ بهذا الشكل طبعا هنا لازم ننتبه ال سلوب ما يكون عملية تداخل بعتبرا هذا الشرطة شون تداخل الطبقات مع بعضها شون تربط حتى لي ينفذ الليشية من بين الطبقات لازم كلها تأخذ بنظر الاعتبار يعني عادة بالمناطق العالية تتراكب مع المناطق الناصية وهكذا وأيضا تربط وتثبت مناطق لاصقة للمناطق المرتبطة مع بعضها لمنع تسرب هذا هو إذا ردنا حتى تجري عمليات الحديد حتى نوفر حماية إلى فلازم نخلي طبقات طينية اللي هي طبقات الحماية وشوف عملية وعملية الفرش باستخدام المكاهن بهذا الشكل حتى نضمن أنه ميسير بيتامج تضارف هي الطبقة وأيضا تشتغل الطبقة كحماية بعد أكثر لتحقيق ال داون لاينر بكفاءة أفضل فإذن landfills are designed ممكن يكون يعني هذا اللي هو are designed as a single line lined or multiple lined اللي هو هذا bottom liner ممكن يكون single ممكن يكون multiple lined landfills depending on the applicable location يعني local يعني يعتمد على الحالة يعني على قوانين البلد أو state or federal regulation اللي هي الأنظمة الفيدرالية وفق يعني القوانين السائدة some example cross-section of both types are shown in figure 6 راح نشوف أنواع مختلفة من هذول اللي ما نقول single liner system ممكن يكون double liner system فعادة مرات نستخدم single liner system only بس بإيش حالة يضمن ويا includes either a clay liner or geomembrane اللي نسمي نرمز العادة برامس GCL بإذن الكمبيس liner consists of geomembrane sitting on the clay مثل ما لاحظنا قبل شوية بالصورة geomembrane sitting on the clay شفنا العملية بالعكس يعني هو أصلا قاعد على الطبقة بس حتى نوفر لحماية أيضا نضفنا على طبقة إضافية or geosynthetic clay liner كمثال الرمز مختصر لقلنا GCL this configuration is the minimum requirement يعني حسب الموقع فإذن حسب الموقع حسب المواد اللي تدفن بهذا الموقع is the minimum requirement for landfills عادة السمك ما هذا اللي هو geomembrane من تقريبا من 1.5 إلى 2 مليمتر تقريبا geomembrane for lining landfills فشوف هنا تقسم إلى صنف ان هي bottom liner ممكن تكون single liner system ممكن double liner system ورح نشوف بالsingle ممكن هذه الحالة يعني هي مباشرة تستقر على geological barrier اللي هو يستقر geomembrane وممكن هذا وفوق تأتي طبقة اللي نرمز له اللي تبق عادة رح نجي التفاصيل اللي طبقة اللي تبق اللي اتعالي collection system و جوها رح تكون فإذن هاي ممكن تكون الحالة geomembrane single liner system بهذا الشكل وتأتي فوقها طبقة اللي chate وممكن تكون لا يعني تشمل الحالة يعني هي طبقة طينية ويجي فوقها geomembrane وتجي فوقها الطبقة اللي هي الخاصة بال collection system وممكن تكون العملية يعني بهالشكل يعني ممكن نستخدم high density polyethylene اللي هو الفاصل ما بين بين الحالتين بين طبقة leachate collection system و GCL اللي هو بين geomembrane clay liner اللي هو بهذا الشكل فإذن هذا كل نمثله بال single أما إذا عدنا double فرح نشوف يعني نستخدم حماية بالحالتين شوف هنا أنا بدلا من طبقة واحدة لل geomembrane يصير طبقتين وبين آتهم اللي هي اللي هي LDS اللي هي leachate detection system اللي هي تمنع حدوث اللي cheat اللي هي عادة تكون طبقة من البنتونايت وأيضا يعني هذا بالحالة الأولى ممكن نستخدم هاي الطبقة اللي ذكرناها بالأولى زائدا GCL فصار هنا double وممكن تستخدم يعني بثلاث طبقات يعني طبقة بالأسفل وهذه الطبقة اللي قلنا عليها ثم تجي طبقة أخرى من GCL هذا تستخدم طبعا لقلنا حسب نوع ال waste اللي تندفن بذاك الموغة فلما لكو هزار هزار دس أضرار ممكن تسبب ال waste أضرار كبيرة جدا ممكن نتجاه باتجاه هذا وممكن إذا هي بالحالة الطبيعية ممكن نتجاه باتجاه single فإذا كل ما تكون الأضرار اللي تسببها waste للمخلفات عالية كل ما تكون طبقات الحماية أكثر كفائة حتى نتجنب المشاكل اللي ممكن شون هذا فيما يخص الحال الأخرى بعد عملية تنفيذ bottom liner تتجاه عملية السيستم اللي هو الخاص بالليجية collection on the treatment شون يعني معالج هذا شون يتجمع السوائل الناتجة اللي هي عبارة عن ملوثات ناتجة من أعمال الدفن الصحي شون هاي العملية تتجمع شون ممكن السيطرة عليها و شون تتم معالج المعالجة هي مسؤول عنها الهندسة البيئية حنا سحاليا شون ننفذ موقع وشون تتجمع هاي وما تتحول أو ما تنتقل للمياه الجوفية إذن lining of landfill button requires a lead shape collection system اللي هو الهدف الأساسي من أده حتى يجمع هذا system حتى يجمع الليجية وننقله إلى منطقة محددة إلى مكان خزن محدد لأغراض المعالجة discharge at a defined point فإذن معناه بعدين يصرف إلى النقاط محددة اللي يخارج هذا الموقع ضمن منطقة معينة اللي هي out of the pumping area وبعرها يتعالج ويتنقل إلى ور المعالجة إلى تربط مع شبكات المجاري بعد المعالجة avoid an accumulation of leachate at the bottom of the landfill حتى يعني هذه العملية الهدف 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 حتى لا تجمع هذه السوائل وبالتالي بالقاعدة للاندفل وبالتالي إلى مضار أخرى لأن وجود هذه السوائل يعني معناه راح تسبب بالإضافة إلى التلوث راح تسبب مشاكل مرتبطة بالsettlement مرتبطة بالstability مع الموقع فلذلك لازم تسحب وتنقل إلى مكان آخر الهدف collection system منين يتكون بسيكلي consist of drainage layer اللي هي طبقة عادة عبارة عن طبقة نفاذية اللي عبارة عن granular layer drainage layer يعني نفاذية عالية of inert اللي هي material من مواد خاملة ما لها تأثير على اللي هي inert material with a high permeability لكون نفاذية عالية كان يكون رمل gravel لازم الرمل لازم أيضا النفاذية تبعت أعلى من عدة نحتاج نفاذية فرح نشوف تفاصيل hand of drain pipes إذن تربة ذات نفاذية عالية جدا ومن النوع الخامل اللي ما يتفاعل مع السوائل ويخلق مشاكل وبداخل هاي الطبقة هي drain pipes اللي هي تنقل من مكان معين which have to collect bleach and to discharge it out of the pumping area يعني اللي هي تسحب من هذا المكان وتنقله إلى مكان تجميح إيش سواهل اللي أغراض المعارجة some general design criteria shall be compelled hair اللي هي drainage material هاي المواد اللي نقل هاي الطبقة اللي هي تكون coarse material without limestone ليش limestone لأنه ممكن يتفاعل مع هاي المواد وتبدي تنخلق مشاكل باعتبار انه هاي المواد حامضية مواد كيميائوية مواد مختلفة فإذن يتجنب أن تكون هاي الطبقة coarse material لازم الشرط اللي بيها هي مول limestone grain size مالتها لازم يكون عالي لأن نحتاج نفاذية كليش عالية فإذن هو مرمل هو أعلى من الرمل لازم يكون نفاذيته مرتبط بالgravel هذا اللي هو فإذن ممكن يكون روك إذن أكبر أو يساوي grain size 16 إلى اللي هو لا تقياق عن 30 اللي هو سمت الشاعة 30 سنتيم متر وبداخلها pipes والpipe الدايمة 25 سنتيم ومات أو اللي هو polyethylene اللي هو هذا اللي قلنا إقال شوية المواد اللي هو مواد high density كفاءة عالية يستخدم أيضا اللي قلنا يستخدم بصناعة الممبرين أو الجيوممبرين اللي يستخدم بطبقات البطن لينر طبعا معناه هناك أيضا manhole اللي هي التجميع لتجميع السوائل ونقلها إلى المكان الخزن منر اللي هو منر اللي هو منر 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 اللي هو منر 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 طبعا هاي عادة نحن نقول الدرينج نضيفة فما يصير يعني اللي هو قد تكون روك يعني حجر بكسر فالمفروض نحمي بالجيو يعني نحمي بالجيو ممبرين حتى نحمي الجيو ممبرين أو تربة بسمك معين أيضا حتى في بيجي حالة يستخدم الجيو تكستايل أو ممكن توضع طبقة من الساند كطبقة فاصلة ما بين الاثنين يعني حتى ليسير إشكالات بالطبقة حيبا اتبارا الاثنين حتى لا يضرر الاثنين فيكون الفاصل بيناتهم يأما يستخدم الجيو تكستايل يأما تستخدم طبقة من الرمل لأغرض الحماية الحماية البتم الاثنين الشاح هو الساندي يعني أخص من الساندي الماثنين من الرمل على الجيو الممبرين يأما مانيوالي مهائل عملية حتى لا يضرر الجيو الممبرين إذا استخدم نابد يعني إذا هو مباشرة واستخدم طبقة الرمل فاتتم عملية الفرش عملية يدوي يعني سبريد with باسكت حتى تضرر المكان The whole system هذا system كله لازم يصمم بطريقة بحيث ما تنبعث من عدة الغازات حتى لين فقد العدف الأساسي من الموقع يعني الموقع موقع دفن الصحي واحدة من الهداف الأساسية هو السيطرة على التلوث الناتج من الغازات الناتج من أعمال The whole system of drain اللي يشمل الباب المنهول and collection pipes have to be sealed to avoid intrusion of air into the system and emission of gas ومن عد ها راح تبدأ تم باعت الغاز راح نشوف بال figure 7 اللي حوضح ان two systems the leachate drainage اللي demonstrate two different examples of design of leachate collection system اللي type one show the saturated system in flat area اللي هو بمواصفات معينة اللي عادة بالحال يعني راح يكون بالحال تين راح نشوف حال تين typical design parameters are cross slope يعني عدنا اللي هو العرضي لازم يكون اكبر او يساوي 3% واللي تجاه الطولي يكون اكبر او يساوي 1% واللي drainage by spacing بين 1 و 1 اقل او تساوي 30 متر حتى تم عملية التصريف فهذا هو الحالة الأولى اللي يدن عليه الحالة الأولى اللي هو the saturated system in 3 areas الحالة الأولى يعني النوع الأول اللي هو standard عادة leachiate collection system يكون هذا هو drain pipe اللي من خلال يجي التصريف إلى هذا pipe وينقل إلى المناطق الأخرى وممكن يكون leachiate collection system with drains of cybletic gravel اللي هو بهذا الشكل فإذا if there is no course drainage material يعني ما ممتوف رأي الطبقات الحجر وممتوف بإذن بيجي حالة ممكن منرجع نستخدم الحصو is type 2 might to be an alternative in this case a combination of drainage layer يعني consisting of coarse sand with fine gravel and separate gravel trench placed at 15-20 meter interval and can improve the life span of the rich collection system وهذا المنظومة بالنتيجة يعني بالموقع الكلي راح تكون بهذا الشكل راح توزع وهذا طبعا مسؤولية أيضا الهندسة البيئية شون يوزعون البايبس وشون تبدأ النقل وعملية التصريف وشون تخسيم بالموقع اللي افترضنا بإنه عادة نقلنا بين drain و drain أقل أو يساوي 30 شون تقسم يعني زونات وشون تنقل إلى الشبكات الخارجية والشبكات الخارجية تنقل إلى يعني مكان خزين إساسي إذا الليتشي الكولكش سيستم to the range of سبلوتي جرافل ونحكم بهذا الشيء شون يتم عملية الدفن اللي يدفن المخلفات الويست داخل الموقع فلنفترض أنه هذا هو الموقع بعد عملية تنفيذ الليتشي سيستم وال bottom line أعمال الحفور وال bottom line النار والليجي سيستم هذا هو الموقع راح يكون وأيضا تشوفون أيضا الـ المخلفات اللي قلنا عدنا اللي هو الحاجز راح يكون بهذا الشكل فإذن اللاندفل فور منيسابل صوليد ويست اللي جاية من الأعمال الأقسام البلدية والد ويست كوميرشي ويست 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 اللي عادة تحدد يعني وفق قوانين ذاك البلد اللي ما به أضرار لنقل لحزار دس اللي الساليب الخاصة للدفن لأن عادة كميات لا تناسب ولا توازي تلك الكميات حجم يكون أقل بهوها مقارنة فإنه مواقع خاصة وإنه أسلوب الخاص للتعامل وياها نحن على الكميات الناتجة من الويس اللي جاية من الأقسام البلدية وأحجام الكبيرة ولو حسبناها كميات هائلة فإذن كيفية التعاون مع هايش كميات راح يكون من خلال مواقع و الوصول يمكن أن يكون مواقع إذن اللي هو السيل الفقرة الأولى السيل سبغريد آن دي شيد كولكشن سيستم اللي هو يعني راح يكون الموقع بهذا الشكل وهذا يقسم إلى السيل هاي تشوفون هنا إلى أعمال اللي هو هذا والسيل كل واحدة من ذول يمثل يعني هاي تمثل السيل وكل واحدة من ذول يتمثل عمل يومي عمل يومي في شي حالي فإذن هذا هو سيل ويست راح يتم اللاندفل على مراحل فهذا اللي نشوفه أكو أيضا كبر يومي لكل عمل يومي أكو يومي يومي راح تتم العملي عمليات الدفن بهذا الشكل وورا ما يكمل الموقع راح يكون شكل به الوضعية طبعا حسب نوع الموقع اللي مر ال يعني هذا اللي شفنا bottom يعني below and above the ground level اللي هو ممكن يكون بهذا الشكل إذن بالنتيجة راح يكون مراحل التنفيذ بشكل التالي إذن التنفيذ به بالليفت First lift is directly placed on the top of the liner عادة أول طبقة راح يكون مباشرة على top مال liner the unloaded waste is distributed عادة متوزة عن طريق الكمباكتر اللي crushed compressed and then compacted by several passes ويتم عمليات الحدي the best disposal technique is the thin layer عادة لازم يكون الفرش بطبقات اللي هي طبقات صغيرة because the highest possible compaction الهدف الأساس يريد الموقع يستوعب أكبر كمية ممكنة من المخلفات highest possible compaction densities which can be achieved by this method الكثافات اللي طبعا الكثافات اللي نتوقح اللي هي شي أعمال عادة الكثافة مال تقليل يعني مقارنة مع التربة تقريبا تكون هي 6 أو 5 إلى 6 كيلو فاسكال على المكعب هاي بعد عملية الحدل تصل إلى فشوف شقد راح يعني ممكن يستوعب شقد يعني هي النقاض اللي تجين شقد حجمها وورعمية الحدم شقد تصبح ممكن تضاعف الكثافة كأن يكون توصل إلى 12 كيلو نيوتن على المتر المكعب وبالتالي معنا قابلية استيعاب الموقع راح تكون أكبر من المقارنة عادة الطبقات اللي تفرش للمخلفات اللي تجي إلى الموقع الكمباكش ليرز are vary between 30 إلى 50 سنتيمتر and if and filling sequence must be defined يعني عمليات الدفن والمتابعة يعني التحديد المواقع اليومية هذا لازم يكون مخطط مسبق يعني مو يصير العمل عشوائي وإنما وفق تخطيط عندسي موعد مسبقا داخل موقع العمل الدفن الصحي فإذن sequence must be defined during the design permitting stage فعمليات يعني هذا اللي قلناها قبل شوية شون تبدل يعني نقل الأنقاض إلى هذا الموقع وورا شون تم عمليات التوزية طبعا that even when no compactor can be used يعني إذا ما نستخدم حادلة thin layer operation using bulldozer يعني ممكن باستخدام البلدوزر يتم عملية الفرش بطبقات صغيرة is much more efficient يعني ممكن يطينا كفاءة عالية than tipping edge operation the compaction density which can be achieved with a compactor is further more a direct function of the number of passes يعتمد طبعا هذا compaction يعتمد على عدد المرات نعرف بالحدد كل ما يزيد عدد المرات الكثافة زيد لكن الرate بالزيادة يبدو يقل وتصير العملية مختصادية أن تستمر عملية الحدد مختصادية تستمر من العملية 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 لازم نصل إلى حقاق معين إنو هاي شرحت إذن إلى كثافة منطقية معقولة بالاعتماد على الأساسيات النظرية فإذن حتى نجعل الموقع يستوعب أكبر كمية من الوست لازم يحدد الليفت اللي يجب سمك الطبقة اللي ممكن نفرش ها ونجر على اليامية الحدل وجد عدد النمبر أو باسس أثناء عمية الحدل وال عمليات الفصل الأولية المسبقة قبل وأيضا المترجمات التي يجب يجب مثلا تستمر إلى الموقع التي تأتي إلى داخل الموقع ب كمباكشن مثلا من على سبيل الموقع الكثافة تقريبا 7.7 تقريبا 7 كيلو نيوتن على المتر المكعب لما لم يكن كمباكشن ممكن أثناء عمية الحدل تتحول إلى 12 اليوم 0.2 طن على المتر المكعب يعني 12 كيلو نيوتن على المتر المكعب بعد وهاي العملية معنا أنه زيدنا قابلية استيعاب الموقع المكعب بعد المكعب كان 70% من المكعب من المكعب من زيدنا الكثافة من 0.7 إلى 1.2 طن على المتر المكعب وكأنه زيدنا قابلية الموقع الاستيعاب وائد بمقارنة وبنفس الوقت وكأنه احنا اجرينا عمل زيادة بالكثافة بمقدار 70% إذن قبل عملية المكعب المكعب يجب يجب من المكعب يعني عادة تفرش بطبقات طبقات قبل 30 إلى 50 سنتيمتر ويجب يجب يجب ويعني الشاع عادة حتى نحقق الكثافات التي ذكرناها يعني مرور الحادلة أو مرور البلدوزر على هذا الموقع أت لذلك من 6 إلى 10 يعني أت 6 رولر باسس The compaction density اللي هي 1.2 طنعة المكعب كان بي أجي با لير اللي هي يعني ممكن نحققها من خلال طبق احنا قلنا كلما تقل طبقات سمك الطبقات كلما تطين كفاعلة ب30 سنتيمتر بعدد مرات يعني للكمباكتر من 6 إلى 10 رولر باسس إذا وزعناها بارتفاعات ليفتس اللي هي 50 سنتيمتر فرح نشوف الكفاءة قل وعدد مرات حاضلة من 6 إلى 10 قد يطين 1 طنعة المتر المكعب يعني كثافة أقل فلذلك عادة حتى نزيد قابلية استيعاب الموقع للمخلفات يفضل أن تم عملية الحدل أو الفرش لهذه الطبقات بسمك لا يتجاوز إلى 30 سنتر يكون أفضل gas collection and treatment طبعا نتيجة هذه العملية عمليات الدفن الصحي راح قلنا ينبعث من الموقع غازات وفي بلدان معينة مثل ما قلنا قبل شوية تستفاد من عدها وممكن تستفاد لتوفير الطاقة فإذن gas collection system can be designed as active or passive يعني ممكن يكون active or passive شنو نقصد بالpassive وشنو نقصد بالactive passive systems use vent اللي هي يعني التصريف التهوية يعني يعني أنابيب التصريف لهذا الغاز use vent مثل ما شايفين إذا شايفين في مناطق الشبكات المجارية هاي vent الانابيب اللي يتصرف الغازات الناتجة نتيجة حركة المجارية نفس الحالة بالموقع أكو veins اللي أنابيب لتصريف الغازات المنبعثة من الموقع to release to release landfall to release landfall into the atmosphere هاي إذن بالpassive الغازات تترك إلى atmosphere إلى الجو they are في شبكات النجارية داخل يعني فكل 7500 الجو وإنما يستجمع وممكن يستفاد من عدة في تشغيل الطاقة إذن gas collection system with gas wall gas drains gas ventilators and flares اللي هي مشاعر for gas collection and treatment ويعني يتجمع وممكن الاستفادة من عدة يعني ومعالج والاستفادة من عدة في أعمال الطاقة اللي همنا هوايا بعد أيضا هو surface liner لأن احنا أيضا surface liner الهدف الأساسي حتى تتم عملية العملية اللي قلنا biological chemical physical حتى تتم هاي العملية لازم يخزن بطريقة صحيحة حتى سير ال-degradation اللي هو التحلل لهاي المواد والعودة من جديد إلى الطبيعة تتحول إلى تربة بعد تحلل هاي المواد لازم يكون أيضا surface liner منفق بطريقة هندسية إذن ال-antful is to be closed يعني لما الموقع أصبح أخذ كفايتة اكتمل لازم يقفل بعد استيعابة يعني انملة الموقع قابلية استيعابة وقفت إذن when a landfill is to be closed في أي حالة يقولون عن الموقع يقفل closed it has to be embedded into the land escape لازم يؤشر بالمخطط the task necessary to reduce future risk depend on the situation of the respective landfill يعني شنو مخططين إلى مستقبل السطح الخارجي لهذا الموقع with soil is أبسط شي أن نغطي بتربة الكفر السطح with soil is the minimum standard of surface covering أبسط شي أقل شي ومي لازم يكون إلي هو كفر من التربة a surface cover has to be لازم يكون بالمواصفات التالية أولا isolated the waste from surface environment isolated the waste from surface environment طبعا نقلنا قبل كل عمل يومي نقلنا daily كل عمل يومي لمناطق الدفن الصحي حتى نمنع التطاير اللي ممكن يحدث بالمناطق الدفن الصحي هناك كبر يتراوح سمكة 20 سنتين من طبقة رملية الهدف الأساسي للتغطية لمنع تطاير المواد ولمنع انتشار الطيور والحشرات وإلى آخر إذن تقليل التلوث هذا هو العمل اليومي ليش نستخدم طبقة رملية الطبقة رملية تسمح بليشيات من طبقة إلى طبقة تسمح بحركة الغازات من طبقة إلى طبقة وتمنع انتشار أو تبعثر المواد اللي موجودة بالموقع إذن يتطلب في نهاية كل عمل يومي إجراء كبر بسيط من تربة رملية نفاذية عالية وها هي مرح تمنع الغازات المنبعثة لأنه مرح تتحلل بنفس اليوم وإنما يراد إلى فترة من الزمن حتى تجري تحليل حتى يتم تغطى تمنع من التماس مع الهوى حتى تتم عمليات التحلل للمواد اللي موجودة داخل الموقع إذن الهدف من السيرفس اللي هو الطبقة السطحية اللي قناة السيرفس كبر هو يعني من البيئة ويمنع أيضا يعني يمنع يقلل من الدخول المواد الأخرى اللي جاي قد تكون من الأمطار إلى داخله وبنفس الوقت إلى داخل الموقع وبنفس الوقت يعني يسيطر على الغازات الموجودة باعتبار أن التربة اللي فوقها هاي تربة طينية فهذه راح تكون أقل وبالتالي الغازات راح تنقل عن طريق الفينس اللي موجود داخل الموقع الكمبيئة سيرفس لاينا هسا نحكي على الكمبيئة سيرفس لاينا سنكون سيكون الكمبيئة الكمبيئة وهذا راح يتكون من راح من الطبقات التالية وراء مباشرة بعد من انتهى الموقع مباشرة بعد الويس تجي طبقة يسموها بيرينج لير هاي الطبقة بيرينج لير سمكها لايقل عن 30 سانتمتر اللي عادة ساندي ماتيريال الهدف بها هداف ساندي ماتيريال واللي هي بيرينج يعني تحمل يكون عالي وهدف انه الغاز راح يكون ضمن تصير بهاي الطبقة فمن عدة تنصب الشبكات الانابيب الخاصة بالغاز بهذا المكان حتى تنقل الغازات الناتجة من هذا الموقع الى الهواء الجوي او الى مواقع تجميح الاغراض الطابقة وراء عملية بيرينج لاير تجي لاينر هي طبقة لاينر هي الحاجز البارير اللي هو يحجز الغازات يحجز الغازات ان تطلع الى الخارج اللي هي ورح نجي الى هذا اللاينر نجي الى تفاصيل وراء عملية اللاينر تجي درينج لاير وراء اللاينر تجي درينج لاير واللي عادة تنسو مك يكون اكبر من 20 سنتيمتر وتبتاز هاي الطبقة ان البرمابل اتمالته تكون عالية والطبقة الاخرى اللي تجي وراها هي recultivation اللي هي طبقة مخصصة للزراعة وراء ما نقبل الموقع لازم نحول الى موقع يشارك في تنظيم البيئة وشوان نحول الى موقع لازم نحول سطح هذا الموقع الى منطقة زراعية يعني فيش حال الى ان يكون منطقة سطح ما انتهى عبارة فإذا هاي الطبقة حتى تنبيه اعمال الزراعة بس الزراعة بإشجار بسيطة لا تخترق جذورها تلك الطبقة لانه اذا اخترقت معنى راح تبدأ مشاكل مو إشجار كبيرة وانما عشار ثيل الى اخرى من الإشجار البسيطة ذات الجذور البسيطة اللي هو سمك هاي الطبقة اكبر ويساوي 75 سنتيمتر وتكون عادة هي عبارة عن cohesive من تربة متماسكة طبعا بالسطح راح يكون الزراعة عن فشيز ويعتمد على المنطقة وعلى ظروف الجوية الهدف من الهدف حتى تحمل هاي الطبقات وبنفس الوقت تعوض لانه عادة سطح الموقع راح يكون غير متجانس يعني مفلات يعني خلنقول حتى نعدل السطح تتعوض الانهوميجينيتي اللي هي ما متجانس and in evenness of the west surface in addition the bearing layer can be used for gas collection under the surface capping باعتبار انه هذا صير جو الcapping اللي يمنى حركة الغازات ويمنى نفس الوقت يمنى حركة المي اللي جاي من الأمطار إلى داخل الموقع وبالتالي يأثر على كمية اللي المناتج فإذن the bearing layer can be used for gas collection under the surface capping اللي هو liner the selection of liner material لنجعل الطبقة اللي بعد اللي liner material depends on the availability of the necessary material طبعا هذا يعتمد على توفر المواد اللي موجود بالموقع يعني الكلي إذا الكلي توفر if clay is available a material liner system is recommended يعني ممكن نستخدم هو caliner system in spite of the fact the clay بس اكو مشكلة اخرى انه الكلي الرطب لما يتعرض الى الجفار يصير بي cracks من اصير بي cracks يعني بالdrawing يعني ما راح تصير عندنا مشكلة ممكن ان يكون افقد الهدف الاساسي اللي تعبر من خلال الغازات او ممكن تعبر من خلال بياها الامطار ويكون فاقد للهدف الاساسي عند من من المناطق الجار يستخدم بالاضافة الى الكلي يستخدم الجيومبرين حتى يحافظ على رطوبة هاي الطبقة اللي موجودة ما تتعرض للجفاف ويشارك في زيادة تقليل في تقليل البرميبوليتي لهاي التربو ويشتغل ك لائنر بكفاءة عال المناطق اللي بيها اضرار عالية اللي اقصد بمواقع الدفن ذات الاضرار العالية استخدمون الكمبوسيت لائنر سيستم كان بير كومان يعني اللي مثل ما ذكرنا قبل شوية ممكن الطبقات اتفاق تعالي اما الدرينيج اللي تيجي فوق هاي الطبقة فوق اللائنر تيجي درينيج ليار باعتبار احنا الطبقة الاخيرة هي طبقة خاصة بالاعمال الزراع اللي قلنا علي 75 سامتين حتى المياه نتيجة اعمال الزراع والمطار من تخترق هاي الطرب هاي تروح تروح الى درينيج ليار وبنفس الوكية هاي بها مواصفة درينيج ليار لازم يكون من 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 الهدف حتى تكون البرمابل اكتمالات عالية والشي الاخر اللي بها لازم يكون الاسلوب should be least down 5% should not be least down 5% الهدف الاساسي to minimize the hydraulic pressure on liner حتى ليتول الضغط هيدروليكي على الطبقة الطينية وبالتالي ممكن المو يخترق هاي الطبقة ويعبر ويخترط مع اليتشيات ويخلق مشاكل اذا اخر طبقة اللي هي the recultivation layer is very important for long term efficiency of the surface liner يعني مهمة جدا اللي يتوفر حماية وبنفس الوقت اذا بهذا الشكل هاي اللي هذا هو اللي يمثل ان يعني surface layer اللي قلنا بالموقع surface layer رح تكون بهذا شكل وممكن تكون soil اللي هو soil cover بهذا الشكل اللي عادة يعني هاي الواست اللي انتهى عمل حتى تم الطبقة السطحية رح تجي تكون متكون من bearing layer ومباشرة تجي soil layer اللي cultivation layer واللي يكون الزرع مرة ممكن يكون pentonite mat system يعني بالاضافة هذا هو يعني الواست فرح تجي وراء الbearing layer يجي pentonite mat والdrainage layer وهكذا تجي الطبقة الاخرى ممكن هاي ايضا يجي جيو تكستايل باعتبار انه جيو membrane باعتبار جيو membrane ممكن يضر فيوضع فوقها جيو تكستايل وتجي الدrainage layer وهكذا ممكن نستخدم المنر liner اللي هو قلنا عليه الكلي بطبقتين مثلا هنا مثل ما اللاحظ وبعد ينتج الدrainage وهكذا ممكن إذا قلنا الوس بها اضرار ممكن يسبب اضرار عالية فممكن نستخدم الدبل اللي هو composite liner system اللي هو بالاضافة الى المنر اللي اللي موجود هنا بطبقتين ممكن نستخدم جيو ممبرين والجيو تكستايل كحماية وبعد ينتجي طبقة الدrainage layer وبعد ينتجي الريكل activation layer اللي هي قلنا التربة مخصصة لأغراض زرعة هذا هو الاخير يوضح لنا surface layer system اللي ممكن نستخدم بعد ما ينتهي يقفل أو يوصل الى الطاقة السعابية القصوى للموقع يتم اقفاله باستخدام surface cover اللي شفنا هذا بشوء الشغلة الاخرى انه collection of surface water طبعا هذا عنوان يجمع لازم ايضا تأخذ الاحتياطات حتى لي قلنا تعبر المياه الى داخل هذا الماء الذي يجمع باعتبار مساحة كبيرة وين نروح لازم collection of surface water والمياه المجاورة كان بي subdivided into two different tasks collection of surface water coming from outside the landfill ممكن يجينا from outside the land to prevent into the dumping area اللي هي مناطق الدفن الصحي يعني اللي يجينا من الخارج ما نسمح لأن يدخل إلى داخل المنطقة والcollection of surface runoff of the dumping area اللي هو جاي من السطح لازم نعرف شو نصرف من سطح الموقع شو نصرف إلى خارج الموقع دون أن يختلط مع lichiat من intrusion of non contaminated إشتراك هذا المياه اللي جاي من الأمطار أو من السياح surface water can be prevented by means of surrounding dams نحن قلنا لذلك واحد من هداف dams اللي هو بالمحيط تمنع دخول المياه الخارجية uncollecting ditches or intercepting drains بالنتيجة لازم هاي كلها تروح تتجمع بسواقي دائر مدائر الموقع the collection ditches must have a sufficient cross section وهاي السواقي اللي تتخيط بالموقع من الخارج لازم تنقل لهم مواصفات معينة a bottom width اللي هو depth نص متر and width at the top اللي واحد ونص متر وايضا لازم يكون بيها ميلان اللي طرح هاي الموقع الى خارج الموقع بعد عن الموقع the inclination should not be least than 0.5 بالمئة احنا كجيوتكنيك ايضا مهمتنا الاخرى لازم من نصمم الوقع نحسب حساب انه الستلمنت اللي ممكن يحدث بالموقع جيد وناخد بالنظر الاعتبار وباعتبار انه هذا راح يكون الموقع بالسيلز ممكن يوصل للموقع ارتفاع الى 16 متر 15 متر او اكثر في بعض الحالات في بيش حالة لازم نحسب حساب الستابل ما لهذا الموقع اذن الستابل الستابل اكسكيف الى السلوب از الى السلوب needed to be checked to prevent failure يعني checked سواء كان بالسطلمنت او بالستابل وعادة للمited equilibrium method او اي طرق اخرى is of use for slope stability analysis it's important to evaluate both intermediate and final west slope وايضا اذا المنطقة مشمولة بال active zone بال seismic seismic stability analysis is also required in addition to static analysis if the landfill is located in a seismically active zone شكرا لإصلا كم والسلام عليكم ورحمة الله وبرك شكرا